فلسطين تطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بدءا بالطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى الفيروس وزارة الصحة أعلنت أن هذه الحملة ستستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسية عندما تتوسط البلاد بخمسة آلاف جرعة بعد أيام إضافة إلى سبعة وتلاتين ألف جرعة بعد ذلك الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما والمصابون بالأمراض المزمنة الحكومة الفلسطينية اشترت لقاحات أسترازينيكا البريطاني التي ستصد البلاد خلال الفترة المقبلة وستستمر الحملة بهدف الوصول إلى تلقيح ثلاث ملايين ومئتي ألف نسمة وما سيحتاج شهورا وحتى مساء اليوم بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا مئة وتمانين ألف إصابة منها الفين واثنين وثلاثون وفاتة وأزيد من مئة وتسعة وستين ألف حالة تعافين اشتركوا في القناة